الأنوية لكندا لعند الزميل الإعلامي يومنا شري ونشوف شو وضع الأضراب الشامل بكندا وحريت التعبير بها المنطقة بالتحديد يومنا صباح الخير صباح الخير شو تاف يعني طبعا نحن دايما معك معوادين تنقليلنا الصورة مثل ما هي ببلاد الاختراب اللي هي فيها أعداد كبير من اللبنانيين والعرب من كل المناطق العربية الموجودة بكندا وفيه طبعا كان عندنا شهر نوفمبر اللي هو شهر التراث اللبناني هونيكي وصار فيه كمان دعم لها القضية بطريقة ما ودعم للأساسي اللي عم تصير على الحدود اللبنية وجنوب لبنان خلينا قبل ما نحكي عن هالتفاصيل هايدي وصار فيه كتير كلمات والناس طرحت كلمات بيه ضمن شهر نوفمبر بتحكي عن عظمة لبنان بخليل جبران خليل جبران بأمين معلوف بريحاني بميز يدي اللي تصور سيدة اسمها نجوة نسيت الاسم الكامل حكيت بطريقة إنسانية ومقنعة جدا عن أهمية هالأرض وهالمنطقة اللي تابعة لشعبها ولأرض بس خلينا بالبداية خبرنا عن أجواء الأضراب الشامل هل كندا منضمة لها الأضراب الشامل وهل هناك حرية بالتضامن به النهار جزيل خليني بلش معك من هيك من شوية معطيات من وقت ما صارت الهدنة الإنسانية يلي تنفسوا فيها أهلنا بغزة وبفلسطين وحتى نحن البعاد كانوا كل الناس عاب يسألوا ماذا بعد يعني ماذا بعد الهدنة خاصة عم نحكي عن الناشطين عن الجمعيات والمؤسسات اللي عم تهتم بشكل خاص بتنظيم التظاهرات الكبيرة أنه ماذا نفعل بعد لا ما عاد يعني ما عاد جديد على حدا لأنه بكل حلقة بأولى الحركة التضامنية مع غزة بكندا جدا ناشطة التظاهرات بين كل تظاهرة وتظاهرة في تظاهرة فصارت الناس تقول تظاهرات عملنا مقاطعة نحن عملنا ندوات اقتحامات سلمية خلينا أولى لمين ما بيطلع قدامهم من قادي من مسؤولين من أصحاب نفوذ على ما كاتبهم بالبرومانات بحيالنا ندوات بيرفعوا فجأة شعارات بتحمل اسم غزة وبتحمل شعارات وقف اطلاق النار والتبرعات كل شي عملناه كانت الناس عم تسأل ماذا بعد والكل كان عم بيقول انه لازم يكون في خطوة أكبر لنتيجة أكبر وفعليا هيدا اللي يعني سمعنا فيه تقريبا من كم يوم بعتقد صبية لبنانية زمنة غلطانة وزوجة مصري حكوا بهذا الموضوع نوع من أنواع الأفكار إذا بدتك وصارت تكبر تكبر أيضا صار يتبنيها الشباب والصبايا بغزة المراسلين يلي صاروا مثل أخواتنا معتز وبسان وصالح وهند وفليستيا ومحمود وعبود حتى إلى أن تبرمجت وصارت تحت هاشتاك إذا بدك الإضراب الشامل أو سترايك فور غزة هل في مقاطعة جدية يومنا للبضائع للشركات المؤسسات يلي تدعم العدو؟ من عند العرب جوزاف نعم هناك مقاطعة جدية حتى الناس مرات يكونوا عم يستعملوا غرض بينتبهوا أنه هو غرض داعم فبيعتذروا بيعتذروا بيقولوا هيدا غرض كان عنا لما نرجع نشتري ما رح نشتري ذاته وحتى مبارح يعني هالصور المستفزة جدا اللي ظهرت من أحدى الماركات العالمية كمان كان في حفظ يعني كنا كل الليل حقيقة حملة طويلة عريضة على أسماء برندات يعني على الهواء نعم عند العرب هناك مقاطعة جدية هلأ اليوم الأضراب الشامل جوزاف شو أهميته يعني لماذا هذا التركيز يعني نحن نتحدث إلى قادة العالم قادة العالم اللي خلال 65 يوم لم تحركهم كل هذه الدماء كل هذه الأشلاء للأطفال كل هذا التهجير كل هذا القتل كل هذا الظلم كل هذه الأضرابات والمقاطعات والصرخات صرخات الألم وصرخات المناجات الصرخات الإنسانية لوقف إطلاق النار والإمداد غزة والشعب الفلسطيني بالمساعدات الإنسانية والطبية كل هذه الصرخات لم تؤثر كل ما فعلناه لم يؤثر طيب قداش برأيك وبمحيطك يومنا لكنه لم يؤثر وجوزاف يعني من يومين يعني كتن خيرو اللي عملوه بالأمم المتحدة يعني هالجلسة الطارقة للتصويت على وقف إطلاق النار صوتوا مع القتل صوتوا مع الإبادة صوتوا مع قتل الأطفال فهذا العالم يا جوزاف اللي بدنا نفهمه لا يفهم سوى بلغة المال بس أنا عندي سؤال هل الإنسانية اللي تدعيها دول الغرب والدول المتطورة هي شو هي كذبة كيف ممكن يوصفوها مع دعم لقتل الأبرياء وإبادة هذا الشعب أو كيف ممكن يبرروا هالموقف اللي اتخذ أنا عم بحكيك على صعيد صغير ما عم بحكيك على صعيد زعمة عم بحكيك على صعيد الشعوب اللي حوالك كيف ممكن تعطي رأيها بهذا الموضوع بالتحديد على صعيد الشعوب هناك صدمة هناك صدمة حقيقية عند هذه الشعوب أنا كتير بسمع جوزاف أنه هاي كندا هاي أمريكا وهيدا مش بس عند الشعوب عندك حتى كتير من المتعاطفين مع ما يحصل عندك كتير من أحزاب المعارضة الموجودة بالبرلمانات عندك العرب موجودين بكثرة كشعوب كنيس وصلت إلى البرلمان وصلت إلى الأحزاب حتى الأجنبيين كنا عم نحكي بكندا أو بأمريكا في حالة صدمة كتير كبيرة إذن هذا وتخبرك نكتة اليوم نكتة اليوم جوزاف نحن اليوم نحتفل بالذكرى الـ 75 لتأسيس آنون حقوق الإنسان ذكرى لا تمر عليها مرور الكرام وحدهم خط 75 سنة على الاحتلال والظلم لفلسطين هذه الـ 75 سنة جوزاف نحن وعم يتكذب علينا بحقوق الطفل وبحقوق الإنسان حقوق الإنسان يعني هناك قانون هذا القانون شو صار اندعس يعني عفوا على التعبير اندعس القانون طبعا جوزاف يبدو أن هناك قوانين حقوق الإنسان وهناك قانون العدو الإسرائيلي لوحده وكل من يدعم هذا العدو طب اللي عم نشهده عوقات من يقول أنه اللي لأ هناك العدو بدي يكمل لو شو ما صار لو بطل حدا يدعمه أنت برأيك لو بطل حدا يدعمه فيه يكمل يعني وكأنه في قصص صارت دعم غير أنه واضحة وقدام بس أنه بيقول لك أنه نحن رح ندعم هالقدي ونوقف بعدين ونتراجع لورا بس هن مصرين يكملوا طبعا جوزاف عم يحكوا عن شهرين بعد شهرين أنت بس تخيل نحن بعد شهرين من القتل هؤلاء الناس ليسوا أرقام هؤلاء الأطفال إلهم إسم إلهم حلم إلهم مستقبل إلهم حلم مع إلهم منفذ يهربوا منه مع إلهم منفذ يهربوا منه يعني كيف يعني ونحن قابلين جوزاف على عيد الميلاد ومهد المسيح مهد المسيح يغتصب ويقتل وتسال فيه الدماء شي فوق الخيال هؤلاء لا تفرق ما بتفرق معهم جوزاف مسلم أو مسيحي كنيسة أو مسجد كل الناس يجب أن يجب أن يجبهم حضرتك يومنا بكندا ناشطة بهالموضوع هذا بمواضيع أخرى طبعا من خلال الفقرة يلي حضرتك بتطلع فيها كل يوم سبت معي بالبرنامج ولكن اليوم دورك ودور غيرك من الناشطين بكندا شو عم بصير وشو التحركات اللي عم بتصير هل هناك جدية بالتضامن والإضراب الشامل يلي عم يشهدوا بعض المناطق بالعالم بعض الدول بالعالم وإخدته بشكل جدي كل شي بتتخيل أنه لازم بيصير فيني أكد لك أنه عم بيصير بكندا بلا توقف بمشاركة الكنديين العرب وبمشاركة ليس فقط الكنديين نحكي عن الأجانب وإنما من كل شعوب العالم تعرف هذه البلد بلد الدايفرسيتي يعني نحن هنا منلتقى بالصيني وبالطلياني وبالهندي وبالإيطالي وبالإسباني يعني بحيالها وقت وبحيالها ظروف وأيضا من قبل اليهود المناهضين للصهيونية في كل تظاهرة يعني مبارح كان فيه بمنطقة لندن الكندية تظاهرة عارمة وكبيرة وأيضا كان فيه بطورنطو خليني بس أحكي شوي شو أهمية الأضراب الشامل شو أهمية أنه نحن نشل الحركة كليا يعني ما نظهر ما نشتري ما نروح على المدارس ما نروح على الجامعات ما نستعمل البنوكة ما نستعمل الأيت أمات ما نستعمل المواصلات ما نستعمل الطيران أهميته أنه هؤلاء قادة هذا العالم يفهمونا فقط في لغة المال يعني بلغة الاقتصاد يعني لما يصير في أزمة اقتصادية لما يصير في هزة اقتصادية هذا اللي ممكن يهزهم فهذه محاولة جوزيف أنه أنت تشل هذه الحركة اللي تؤثر على هذا الاقتصاد في يوم واحد لربما تتكرر في أيام أخرى هذه أول نقطة النقطة الثانية يعني يتم الحديث في كل تظاهرة بتعرف هون الناس تشكوا كثيرا وخاصة هذا العام من الإنفليشن هذا على كل العالم وأيضا على دفع الضرائب هذه الضرائب اللي معلوم عند الكبير والصغير يذهب قسم كبير منها لدعم الحروب ونتحدث اليوم عن حرب أوكرانيا وعن حرب غزة فهذا المال هذا المال أصبح مغمس بالدماء فأنت اليوم تقول لهذه الناس وبتطرح هذا الموضوع من جهة هم يعانون من دفع الضرائب العالية إلى جانب ذلك تحرك فيهم الشعور الإنتاني أنه لا تجعل مالك وضرائبك تذهب لدعم الحروب ولدعم قتل الأطفال فهي دي أهمية جوزات أنك تحكي بأنك تعمل شلل بس هي من ناحية أخرى ممكن تعمل شلل للبلد بحد ذاته يلي هو عم يصير فيه أنه أنت تعرف أنه هاودي كمان لبرندات هي منتشرة حول العالم وبتأثر على الاقتصاد صغير لبلد صغير مثل لبنان ومثل أي منطقة بس نحن مع المقاطعة ما عم بحكي ضد ولكن كمان بدي أحكي من الجانب الآخر عم بحكي أكتر جوزافي يعني لبنان الله يعينه وكتر خيره والله يحميه يعني أنا سايرين بيستفزون اللي بيقولولي أولك في حرب بلبنان يا خي شو في حرب ما في حرب بلبنان لا بيسألوك إذا جاي حرب بس هي من هنا مش عارفين أنه أردي نحنا بحرب من 27 يعني ومن قبل بس أنا هون عم بحكي جوزافي يعني تعرف يعني قادة العالم الفاعلين نحنا عم نحكي عن أوروبا عم نحكي عن كندا عم نحكي عن أمريك نعم فأهمية هذا الموضوع تكمن في هذه النقاط هلأ أنا بدي أقول لك شغلة أنه ياريت هالموضوع وبتمنى اليوم 11 دستمبر عن جد تقدر الرسالة توصل للكل أنا ما بعتبر أنه أخذنا الوقت الكافي للإعلان عن هذا الموضوع خاصة خاصة في كندا أنا خليني أحكي عن كندا نعم بما معناه أنه نحنا قدرنا نوصل الرسالة إلى العرب لكن أشك أنه نحنا بهالوقت الصغير قدرنا نوصلها للكنديين للأسف كان عندك ضيف عم يحكي عم بيقول كل الناس صارت تعرف اليوم الحقيقة صارت تعرف التاريخ بس كان تمنه دم وسيبقى تمنه دم فأنا يعني اللي بدي أقوله أنه لربما نحتاج وقت أكثر لحتى نقنع الشعب الغربي بضرورة بضرورة أنا هون بدي أنتقل بأنك نقنع الشعب هل صار في قناعات لبعض الجهات الغربية اللي كانت متضامنة مع الوضع الآخر وصاروا منضمين للتضامن مع القضية الفلسطينية من وراء المشهد يلي عم بيشوفوه من ظلم ومن إبادة ومن إجرام بحق الشعب الغزاوي والفلسطيني؟ طبعا جوزاف والدليل على ذلك أنه نحنا من 65 يوم عندما بدأت أول تظاهرة في تورونتو كان العدد شيء، كان الحضور شيء، كان الأشخاص شيء واليوم نحنا بعد 65 يوم التظاهرات إذا تلقي نظرة على التظاهرات اللي عم بتصير بأوتاوة وعم بتصير بأونتاريو أو بموريال أو بلندن أو بهاملتون هذه المدن اللي موقفت فيها التظاهرات تلاحظ أنه أنت اليوم ليس فقط جمهور هذه التظاهرات هو جمهور عربي وإنما جمهور عربي وكندي وأجنبي متنوع بالإضافة إلى اليهود المناهدين للصهيونية سؤال سريع، بدأ جواب سريع لأنه خلص وقت يومنا هل هناك حرية للتعبير؟ هل فيه قمع؟ هل من تحت الطاولة ممكن يتأثر شخص بس ما يعلن عنه يعني يقلولوا إياها مباشرة يعني من فرص عمل من مناصب يعني بدي قصة حرية التعبير بكندا هل موجودة؟ جوزيف ما في قمع خليني أقول لكن أنا من أول يوم قلتلك الناس هون عم بتمارس حقوقها ضمن الآنون والآنون مرة سألتني كيف يعني ضمن الآنون والآنون هو أنك أنت ما تفوت بالعنف فهن بطريقة جدا سلمية ومنظمة عم بعبرهم هذا منيح أنك ما تفوت بالعنف لأنه هون في بالبعض عبروا بطريقة وفاتوا بالعنف وكسروا أبني ما لا علاقة ستتوقف حالا وسيتم اعتقالهم جوزيف بس أصدر يعني كل شخص في عبر على السوشيال ميديا عبر الشارع بعمله بأعداته بالمجتمع له حق يعبر أنه هو مع هالقضية للسلمية يا جوزيف نحن لا نملك السوشيال ميديا وهناك آلاف آلاف الحسابات توقفت اليوم الناس عم بتكون شوي أوعة عم تستعمل هاشتاقات شوي أذكى وتفصل الكلمة وكذا صحيح مضمون كتير هاي بس كتظاهرات لم يتم إيقافة لأن الناس وعيوا وبتمنى أنهم يبقوا وعيين حتى يعني بشوفهم مرات عم بفوتوا فاتوا عند رئيس الحكومة عند ترودو هو وعم بيتعشى بالمطعم فقعوا سبيتش وطلعوا من المطعم ما حدا اعتقل لأنه عم قلت من الآنون هنا كمان أنا بدي نوح جوزيف أنه السفارة اللبنانية في أتوا أيضا تتضامن اليوم مع الشعب الفلسطيني مع كل ما يحصل في غزة ومع كل الاعتداءات أيضا التي تحصل في الجنوب اللبناني وتقفل أبوابها أيضا الله يحمي الشعب الغزاوي ويحمي أهلنا بجنوب لبنان يعني كثير من الأبرياء عم بيروحوا من وراء كمان هالأصف الهمجي والعشوائي اللي عم بصير كمان على المدنيين وكأنه عم بيخلونا بالقوة يصير في عنا دروع بشرية هن بالتحديد هالعدوية اللي ما بيرحم شكرا لك يومنا بشوفك نقل راد بحلقة تانية أنا بتمنى التوفيق لكم يكون هيدا نهار نهار ناجح بالتضامن مع القضية الإنسانية الغزاوية الفلسطينية